ارتفاع أسعار التقافي بريطانية بدأ ملحوظا منذ العام الماضي ولم تفلح المحادثات بين الحكومة وشركات المزودة حتى الآن في التواصل إلى حل بشأن وضع سقف للأسعار وبسبب فشل المفاوضات أصبحت التكلفة المرتفعة للتدفئة وتعثر تزويد المنازل بالكهرباء بشكل مثالي يشكلان ضغوطا على حكومة المحافظين برئاسة بوريس جونسون زيادة فواتير الطاقة سوف تتحول إلى أمر واقع ولا يقبل التكهنات اعتبارا من مطلع أبريل المقبل ولأن الأمر يحمل تداعيات كثيرة توجه الرئيس التنفيذي لشركة أكتوبوس إينرجي بخضاب إلى ثلاثة ملايين أسرة وعد فيها بشرح فيه الخيارات التي تناقشها الشركات والحكومة للحد من الزيادات النجمة عن ارتفاع تكاليف الوقود الأزرق رئيس الشركة جريد جاكسون سيبوح بما لديه في السبع من فبراير المقبل ولكن ذلك قد لا يكون مجديا ورهان الكثيرين على أن الحكومة ستتدخل عبر تقديم مساعدات للناس من أجل احتواء ارتفاع كلفة فواتير الطاقة لم تعلن الحكومة حتى الآن عن خطة للدعم في هذا الإطار وهو أمر يبعث قلقا متزيدا كلما اقترب شهر أبريل ولكن البعض يوعز التأخير إلى استمرار مناقشة الحكومة والمزودين حول أفضل الحلول المختصون يقولون أن وضع سقف للأسعار يحمل بريطانيين حتى الآن من كلفة فواتير الطاقة وما أن يرفع هذا السقف حتى تسعد الفواتير بنسبة 50% إلى متوسط سنوي يبلغ 2000 جنيه استرليني تسعد الفواتير بنسبة 50% إلى متوسط سنوي يبلغ 20% تسعد الفواتير وحكومة مزودة مزودة تسعد الفواتير بريطانيين حتى الآن من أجل التنجيز في هذا المزود